السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجدد اللقاء بكم تلميذات تلاميذ الأعزاء ومع مادة الاجتماعيات مكون التاريخ ودرس اليوم أدرس آثاراً تاريخية صومعة حسان والكتبية أهداف التعلم لهذا الدرس تعرف الإطار الزمني والمجالي للدولة المغربية التي بنيت في عهدها صومعة حسان والكتبية دراسة صومعة حسان وخصائصها المعمارية انطلاقاً من صور ورسم اعتماد صور لاكتشاف المميزات المعمارية لصومعة الكتبية مراحل الدرس أمهد لتعلمي أبني تعلماتي أقوم تعلماتي أمهد لتعلمي سبق لي أن تعرفت معالم تاريخية تشهد على الماضي في قرية مدينتي كما كونت فكرة عن جامع القرويين الذي بني في فاسة في عهد الأدارسة ومن جملة المعالم التاريخية التي تشتهر بها بلادي صومعة حسان والكتبية فما هو تاريخ ومكان بناء كل منهما؟ وفي عهد من؟ وما شكلهما ووظيفتهما؟ للإجابة عن هذه التساؤلات سننطلق من دعامات مناسبة خريطة وخط زمني وصور في مرحلة أبني تعلماتي لاحظوا معي الخريطة موضوعها هو مجال امتداد الدولة الموحدية بعد قراءة العنوان ننتقل إلى المفتاح حتى نتمكن من معرفة تفاصيل هذه الخريطة اللون الأخضر يدل على مجال المناطق التي كانت خاضعة لحكم الدولة الموحدية والتي تمتد من المحيط الأطلنطي غربا إلى طرابلس شرقا ومن الصحراء جنوبا إلى الأندلس شمالا ولاحظوا معي أيضا في المفتاح لدي نقطة حمراء تدل على العاصمة إذا عدنا إلى الخريطة سنجد أن هذه النقطة هي مدينة مراكش إذن النقطة الحمراء تمتل العاصمة وهي مراكش من خلال الخريطة يتبين لنا مجال امتداد الموحدين فمن هم الموحدون؟ الموحدون مغاربة أمازيغ انطلقوا من الأطلس الكبير في جنوب المغرب بزعامة المهدي بن تومارتز كونوا دولة مغربية كبرى وقوية خلال القرن الثاني عشر ميلادي السادس الهجري ننتقل إلى الخط الزمني الذي يبين لنا أهم ملوك الدولة الموحدية إذن لقراءة الخط الزمني نبدأ من اليسار كل تدريجة تمثل ثمان سنوات من خلاله يتضح لنا بداية الدولة الموحدية وذلك سنة 1125 ميلادية موافق 518 هجرية على يدي المهدي بن تومارتز تولى بعده الحكم عبد المومن سنة 1130 ميلادية موافق 524 هجرية الذي استمر حكمه لمدة 33 سنة بعد وفاته تولى الحكم ابنه يوسف بن عبد المومن ثم بعد ذلك يعقوب المنصور سنة 1184 ميلادية موافق 580 هجرية والذي بنيت في عهده معلمتي الكتبية وحسان انتبهوا معي في هذا الخط الزمني بناء الكتبية ما بين سنة 95 أي 1195 و 1199 وحسان سنة 1199 قلنا هاتان الصومعتان بنيتا في عهد يعقوب المنصور يعقوب المنصور أيضا هنا يتبين لنا من خلال الخط الزمني أنه توفي في نفس سنة بناء صومعت حسان أي 1199 ميلادية إذن بعد وفاة يعقوب المنصور عرفت الدولة الموحدية تقهقرا وتراجعا إلى حين سقوطها ونهايتها سنة 1269 ميلادية نمر إلى دراسة الخصائص المعمارية لصومعة حسان انطلاقا من الدعامة الثالثة من كتابك عزيزي المتعلم صفحة 47 يتبين لنا أن صومعة حسان معلمة تاريخية تتواجد بمدينة الرباط ومن خلال الخط الزمني يتضح أنها بنيت في عهد يعقوب المنصور الموحدي سنة 1199 ميلادية بوصفنا لهذه المعلمة نجد أنها بنيت على شكل متوازي المستطيلات ذي قاعدة مربعة الشكل يبلغ ارتفاعها 65 مترا وعرضها 16 متر لها جدار سميك تتكون من طوابق تتخللها فتحات لمرور الضوء زخرفتها على شكل نباتات كما هو مبين في الدعامة الرابعة من الصفحة 47 من كتابك نمر الآن إلى وصف صومعة الكتبية صومعة الكتبية توجد بمدينة مراكش يبلغ علوها 67 مترا وعرضها 12.5 متر تتكون هي الأخرى من طوابق بها فتحات مزخرفة بنقوش يعلوها زليج على شرفتها توجد منارة تضاء بالأنوار عند الغروب فوقها قبة مبلطة يعلوها الجامور الذي يحمل ثلاث كرات نحاسية إذن نلخص ما توصلنا إليه تمكن الموحيدون من تأسيس دولة خلفت الدولة المرابقية وتركت بدورها آثارا تاريخية تشهد على قوتها فما هو الإطار الزمني والمكان للدولة الموحدية؟ ومنهم أهم ملوكها؟ وما هي خصائص ومميزات المعلمتين التخالدتين صومعة حسان والكتبية؟ بنيت صومعة حسان والكتبية في عهد الدولة الموحدية التي تأسست على يد المهدي بن تومرت واتخذت مراكشة عاصمة لها ودام حكمها 144 سنة من أهم ملوكها عبد المومن يوسف بن عبد المومن ويعقوب المنصور الذين امتدت الدولة في عهدهم من المحيط الأطلنطي غربا إلى طرابلس شرقا ومن الصحراء جنوبا إلى الأندلس شمالا خصائص صومعة حسان والكتبية صومعة حسان بناها يعقوب المنصور بمدينة الرباط سنة 1199 ميلادية تأخذ شكل متوازن مستطيلات يبلغ ارتفاعها 65 مترا أما عرضها فيبلغ 16 مترا تتكون من عدة طوابق بها فتحات عناصرها الزخرفية تتكون من أشكال نباتية ونقوش هندسية ولم يكتمل بناؤها بسبب وفاة يعقوب المنصور صومعة الكتبية بنيت على يد يعقوب المنصور بمدينة مراكش ما بين سنتين 1195 ميلادية و 1199 ميلادية يبلغ علوها 67 مترا وعرضها 12.5 مترا لها نفس زخرفة صومعة حسان وتختلف عنها بكونها تتوفر على قبة بأعلاها الجامور للصومعتين نفس الوظيفة وهي رفع الآذان تعتبر الصومعتان من أهم المعالم التاريخية التي خلفتها الدولة الموحدية بالإضافة إلى صومعة الخرالدة بإشبيلية والتي تعتبر نسخة ثالثة عنهما نمر إلى مرحلة أقوم تعلماتي إذن في النشاط الأول ستملأ عزيزي التلميذ عزيزة التلميذة فراغات النص بما يناسب في النشاط الثاني تعتبر قصبة الوداية بالرباط أيضا من المنشآت المعمارية التي ترجع إلى العصر الموحد اجمع ملفا يضم صورا لها ولصومعة الخرالدة وضع وصفا لها على غرار ما قمنا به بالنسبة لصومعة حسان إلى هنا انتهى درسنا اليوم وإلى اللقاء في درس قادم بحول الله